سلام عليكم وعملين ايه ربكم جميعا بخير النهاردة هنشوف افكار بسيطة جدا لعمل توزيعات العيد من الكوبايات الورق سهلة جدا وبسيطة مش تاخد معيك اي وقت هنستخدم بالشكل ده كوباي ورق اول فكرة هشيل الجزء اللي من فوق بقصله كده بالشكل ده بالمقص هنستخدمه تاني الكوبايات الملونة دي موجودة في محلات الادوات المنزلية في منها اشكال كتيرة جدا وانتي حابة تشتريها في منها ابردو الوين مختلفة اضعها في الكوباية زي البنبونية او البالونة او حتى عادية هنبتدين احنا نحطها جوه الكوباية بالشكل ده وقعد كده بثبت اليد اللي كانت في الكوباية والجزء اللي من فوق وابتدين كده نقفل عليها من الجنبين ممكن كمان نستخدم هنا تدباسها وندبس بالشكل ده كده الجزء اللي هو الكرتون من الجنب عشان برضو يكون مقفول كويس طبعا عشان يكون احسن كمان ونبدأ نستخدم كمان جزء كده من السلوتيب ونقفل كده الجزء اللي هو من قدام طبعا كل دي خطوات اختيارية ممكن انت تبدأ تقفلها على بعضها وتستخدمي بس القطعة من اللازق صغيرة ممكن كمان نستخدم عجزة صغيرة من الفوم ونعمل كده اشكال بكون بسيطة للاطفال ممكن نعمل مثلا ايموشن ممكن تستخدمي اي جزء صغير من الفوم وتعملي باي شكل هستخدم بالشكل ده كده دايرة من الفوم الاصفر وهبتدي كده نقسم عليها شكل ايموشن ممكن كمان نستخدم جزء تاني من الفوم ونبسم قلبي بشكل بسيط ونثبته بالطريقة دي على العلبة هتدي معانا شكل حلو ممكن برضو لو انتي حابة اكتبها كلمة بسيطة مفيش اي مشاكلة هنستخدم هنا الخامات اللي موجودة عندنا الفكرة التانية هستخدم فيها كباية من الكباية الورع وبقص الجزء اللي من فوق زي ما احنا شايفين كده باستخدم المقص وببتدي ان انا اقص من الجم الجزء اللي هو من الطرف ده مش بتني الكباية زي اول فكرة انا كده هشيل الجزء اللي هو من فوق وبعد كده هبتدي ان انا نقص بالشكل ده شرط بسيطة مش بوصل فيها الاخر الكباية ممكن نوصل فيها بس حد نص الكباية والشرائط دي هكون بمقاس 1 صنتي كده ونبتدي ان احنا نقصها لحد منوصل للنص الكباية زي ما احنا شايفين كده نقص نفس الشرط كده جنب معد لحد ما بنكمل الكباية كلها وتبدي ان انا اقطني بالشكل ده كل الشرط دي البرع زي ما احنا شايفين كده من الطفل وبعده بعد كده هبدأ ان انا احط التوزيعات اللي انا عايزاها زي البالونة او العادية والبنبوني اي حاجة لانحبها هنبدأ نحطها كده جوة الكوبية بالشكل ده وبعد كده بنقفل بالطريقة دي كده كل الشرط على بعضها على برع عشان تتقفل معانا كويس فامشي كده بالشكل ده هتتقفل معانا واتخافيش خالص هتبقى سهلة جدا وكمان مش هتفوق ممكن بقى هنا نستخدم نقطة شمعة بسيطة لو انتي حابة تستخدمي اللازق او سولاتيب استخدميه استخدمي الحاجة المتاحة بالنسبالك وبدأ كده ان انتي اقفلي الكوبية او التوزيع اللي انتي عاملها هستخدم هنا كمية شمعة بسيطة وبدأ كده اننا نقفل الاجزاء او شرائط اللي فوق دي كلها على بعض وهستخدم كمان قطعا من الفوم اي شكل عاملينه من الاشكال اللي عندنا ونبدأ كده نقفل به وهستخدم بعد كده يد اللي غصيتها من العلبة بس اويها بس كده الاول من القطع فممكن نقص منها حتى بسيطة وستبتها بالشكل ده من الجنب حابتي بان انتي تزاودي اي حاجة تاني مفيش مشكلة يعني حابة تزاودي السرسة او تزاودي من الفوم اشكال تانية مفيش مشكلة بس هي العلبة شكلها حالي وممكن كمان نستخدم الكوبية الورق دي فعمل فكرة بسيطة وبدأ توزيع العيد بطريقة سهلة للاطفال باتني كده بالشكل ده الكوبية من فوق وبعد كده بشيل الجزء اللي من فوق ده وابده ممكن نستخدمه تاني مفيش مشكلة طبعا احنا بنستخدمه هنا كيد عشان ما نستخدمش اي خمات تاني بس طبعا احنا ممكن نستخدم الجزء ده هستخدم بعد كده المقص وبعمل فتحتين بالشكل ده كده نعمل بعض بعد ما باتني الكوبية على بعضها هيبقى عني اربع فتحات بالشكل ده كده وهستخدم بعد كده جزء صغير من الستان ممكن تستخدمي خيط الخيش او اي خطى عندك خد صوف او اي خطى عندك ممكن تستخدمي لو انت حاب ببعدو تستخدم اللد ممكن تعديها من الفرحة اللي احنا عملناها مافيش مشكلة احنا هنستخدمها بس كأفري للكوبية انا هستخدم هنا الساتين هايكون شكله احلى بطريقة ان انا اعديه من الخرم اللي انا عملته من فوق في الكوبية وبالشكل ده ببعدو من الضهر الساتين ده كان عندي منه اجزاء كده يعني ما اتكلفتش حاجة لو انتي حابة تشتريها هتلاقي موجود ببعدو في محلات ادوات الخياطة وهنا استخدم جوس قصير جدا منه للتوزيع اللي هنعمله لو انتي مش حابة تستخدمي الساتين زي ما اتفقنا في خيط كتير جدا انتدار استخدميها هفتدي بقى احط بعد كده التوزيعات ببعدو زي ما اتفقنا باللونة او اعدية او اي حاجة حابة تحطيها وتبدأ اي بعد كده انت تتقفلي الساتين على بعضو وهعمل ربطة كده بسيطة بالشكل ده ممكن كمان نعمل فيونكا بشكل بسيط كده باستخدام الساتين او ربطة اللي احنا عملناها دي نزبط بعد كده شكل الفيونكا وبعد كده ببعدو هنبدأ ان احنا نسيبها زي ما هي عشان الولاد لو حابين يفتحها ويقفلوها تاني مفيش اي مشكلة فاحنا هنسبت بس يدوب كده الفيونكا ونزبط شكلها وبعد كده بقص زيادة اللي موجودة عندي في الجن وبخلي شكل الفيونكا كده زي ما هو يعني مش ثبته بشامة ولا اي حاجة وبعد كده هقص زيادات كده من الجن اديت معانا شكل حلو جدا وطبعا الساتين ده زي ما اتفقنا هيدي كده شكل جمالي معانا هستخدم ورزق تاني من الورق ورزق صغير هستخدم مثلا ما ايه ساربعة سنتي فاربعة سنتي ورق بسيطة كده هنعمل بترون بشكل الوردة شكل بسيط او مفروش اي حاجة بدني بالشكل ده شكل المسلس على الورقة بالنص وبعد كده مسلس تاني ومسلس كمان وبعد كده بقص شكل نص دايرة كده بميلة ادي معانا شكل الوردة اللي احنا شايفينه ده هستخدم بعد كده خرز اولولي صغير وبسبته كده في نص الوردة وبزين بيها برضو التوزيعات اللي عندي استخدمت هنا جزء صغير من الفوم خالص صغير جدا يعني حاجة بسيطة قوي وهبتدي كده ان انا اثبتها على الساتين او الفيونج اللي انا عملتها وابده هتتفتح معانا عادي جدا لانه متسبتها على الطرف بتاع الفيونج التوزيع اللي بعد كده هستخدم فيها كوباية ورق وابتدي كده انا اشيل الجزء اللي ما فوق بقصه من الجنب عشان نحافظه على الكوباية ما تبقاش متنية وبعد كده بقص من النص بالشكل ده الكوباية مش بوصل لحد الاخر او بسيط حوالي ثلاثة سنتي من الاخر كده مش بقصه وبعد كده باجي من عند نص الكوباية نص اللي قصته بالضبط وبقص برضو بنفس الشكل وبنقسم كل جزء عندنا لجزئين او ننصه متساوين على قد ما نقدر كده وبعد كده كل جزء عني برضو بقسمه لجزئين وياخد كل جزء وبقسمه كده لشرايت هتبقى حوالي واحد سنتي ونكمل بقى بالشكل ده طبعا الطريقة دي سهلة جدا للقص عشان يبقى كل جزء عني مصبوط الى حد ما مع الجزء اللي قصته نكمل بعد كده كل الاجزاء اللي عندي زي ما اتفقنا مش بوصل للاخر نزيب حوالي اتنين سنتي او تلاتة سنتي من تحت دول مش بوصل بعد ما قسمت كل شرايت او الاجزاء اللي عندي في الكوبية باجي كده على الظهر بتاع المص وبشد شرايت لبرق هتدي معانا شكل دوران كده بسيط واخد طبعا دورق برضو الى حد ما فاحنا هنبقى ماشيين براحة كده وبعد كده هبتدي ان انا استخدم الاجزاء اللي عندي اللي انا عملتها دي واتنيها على الظهر هنستخدم هنا الشمع بس بسيط قوي ممكن استخدم طبعا الجلول اللي مش عنده شمع ممكن ان هو يستخدم الجلول بقى موجود في المكتبات هنستخدم كده جزء صغير من الجلول بستخدم بعد كده الجلول بسبت بيه الاجزاء دي هتثبت معانا كويس قوي فاشد بعد كده الشرايت وبخليها على الشريط اللي بعدها زي ما احنا شايفين كده عشان تبقى بميه لشوية واسبت بعد كده كل الشرايت بنفس الشكل كده ونحاول نخلي فيه دوران عشان يدي معانا شكل في الاخر حالة ماكمل كل الشرايت بنفس الشكل كده ممكن برضو نديها زي التدويرة كده على ظهر المقصة تاني عشان تثبت معانا بشكل احسن تكملها كده بنفس الشكل وهستخدم بعد كده الجزء اللي كان في الكوبية من فوق وبثبته بالشكل ده كده في الجنب بتاع الكوبية عشان يدي معانا شكل اليد كده وبرضو بنثبتها بنقطة شمع عشان تثبت كويس قوي وطبعا يكون شكلها احسن وبعد كده هنبدأ ان احنا نستخدم فيها التوزعات اللي احنا عايزي لها هستخدم كمان ورده من الفوم اللي عملناها وورده هنبدأ كده نثبتها على يد من الجنب قدت معانا شكل حلو كل ده تزهين بسيط وسهل والخمات بنحاول على قد من اليده هنستخدم بقى في الكوبية كده التوزعات اللي احنا عايزينها نثبتها بنقطة شمع بسيطة كده عشان ما تقعش وبالشكل ده نكون اعملنا افكار بسيطة لتوزعات العيد للاطفال بشكل حلو وكمان سهل غير مكلفة اشتركوا في القناة